ورغم القيود التي فرضها الاحتلال الإسرائيلي أحيى عشرات الآلاف ليلة القادرة في المسجد الأقصى المبارك قادمين من مختلف أنحاء الأراضي المحتلة فيما تواصلت المواجهات في باحات الأقصى وعلى أبوابه وفي أحياء البلدة القديمة خصوصا حي الشيخ جراح المهددة منازلها باستلب لصالح المستوطنين رغم التجديدات ومحاولات المنع والإغلاقات والحواجز عبر الفلسطينيون من الضفة الغربية ومن الداخل المحتلة عام 48 إلى أقصاهم ليحياء ليلة القدر حملهم أبناء القدس حملا إلى المسجد الأقصى غير آبهين بكل إجراءات الاحتلال وتعزيزاته سبعون ألف مصل أقاموا الليلة وصلوا ورابطوا رغم استفزازات الاحتلال في باحات الحرم القدسي دعا المصلون بسداد الرمي للمتصدين لإجرام الاحتلال في أحياء البلدة القديمة استفزازات الاحتلال على حالها منذ مطلع الشهر الفضيل بل وتتصاعد قنابل الغاز والقنابل الصوتية أطلقت بكثرة صوب الفلسطينيين المتجمهرين على أبواب الأقصى أبرز حالات المواجهة كانت عند بابي العامود والسلسلة فيما استخدم الاحتلال سيارة المياه العادمة في الاعتداء على الفلسطينيين من الرجال والنساء وكبار السن والأطفال عائلات بأكملها أصيبت حيث سجل الهلال الأحمر الفلسطيني في المدينة ما يقارب التسعين إصابة على مقربة من الأقصى وفي حي الشيخ جراح حيث انطلقت شرارة الهبة المقدسية لم يهدأ الحي رغم منع سلطات الاحتلال للمتضامنين والمؤازرين القادمين من مختلف مدن الداخل ومناطق القدس من الوصول إلى داخله تناول المعتصمون هناك طعام الافطار رفقة أصحاب البيوت فيما استنشقوا برفقتهم الغاز المسيل للدموع وتعرضوا للإصابة بالرصاص المطاطي فيما استمرت عمليات اعتقال سكان الحي والمتضامنين معهم في مختلف الأنحاء يستمر التوتر في القدس المحتلة بل ويتوسع انطلاقا من الشيخ جراح وصولا لباحات الأقصى وبواباته ثم لأحياء مختلفة من المدينة هذا وسط دعوات للرباط والتصدي لكل محاولات المستوطنين لتدنيس الحرم القدسي بما يسمونه مسيرة الأعلام التي تأتي بالتزامن مع احتلال الجزء الشرقي من القدس يوم غدنا الاثنين فيما تعقد محكمة الاحتلال العليا في ذات اليوم جلسة للنظر في قضية منازل حي الشيخ جراح تمهيدا لسلبها ومنحها للمستوطنين من مدينة القدس المحتلة حافظ ابو صبرا رؤيا اشتركوا في القناة